قبل الرد الإسرائيلي مجرد الخشية من قيام إسرائيل بضرب منشآت نفطية مجرد ظهور هذا في الإعلام الخشية رفع سعر برميل النفط إلى مقارب إلى 79 إلى 80 دولار وهي الخطوة الأولى الخطوة التي بعدها في حالة التصعيد حقيقة في ضرب أهداب محددة من منشآت النفط الإيراني سوف يخسر العالم مليون ونصف برميل من النفط وهذا فقط باتجاه الصين يعني كان يصدل للصين بحدود مليونين برميل سوف يفقد منظمة أوبك من جهة أخرى ممكن أن تعوض هذا النقص ولكن المشكلة تكمن ليس في وفرة النفط ولكن في تهديد المضيع ربما يعني إيران لا تستطيع لوحدها أو بما تملك من قدرة قانونية أممية أن تغلق المضيق ولكن مجرد ضربة كهذه واحتمالية غلقه ولو لساعات سوف يرفع ببرميل النفط إلى ما يتجاوز 100 دولار للبرميل وكذلك هذا الطريق من شأنه أن يهدد أمن الطاقة في جميع دول المنتجة في الخليج وهنا تكمن خطورة هذه الضربات بالمناسبة بالجهة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتجنب أي ضربة لمنشآت نفطية لأن أي منشآت حقيقة نفطية سوف ترتفع الأسعار وهذا له اتجاهين الاتجاه الأول سوف يكون في صالح روسيا والتي تمتلك كميات وافرة من النفط وممكن أن تستفيد من قيمة البرميل النفط المرتفع ومن جهة أخرى لا تريد حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية أن يرتفع سعر النفط لأنه سوف يرفع المشتقات النفطية وخصوصا البنزين والآن بايدن هو في مرحلة انتخابية قادمة ويخشى من تأثيرها على الرأي العام لهذا هذه ضرب المنشآت لا يخدم التميع الآن فيما يخص ضرب المنشآت إسرائيل تعي تماما أنها إذا ضربت سيكون هناك توابع حتى هذه التوابع ستصل للولايات المتحدة في المقابل هي تعي تماما أن هناك تهديدات من الحرص التوري الإيراني بأن منشآتها منشآت الطاقة ومنشآت الغاز في إسرائيل أيضا ستكون تحت الضربات الصاروخية اليوم الولايات المتحدة أين هي من كل هذه المعادلة وهل باعتقادك بأنها ستسمح للأمور أن تنجر إلى هذه النقطة طبعا هذا عكس مصالح الولايات المتحدة تماما لأن أي إضرار بأي منشآة نفطية بنى تحتية نفطية للمنطقة هذا يهدد أمن الطاقة العالمي وليس أمن المنطقة وبالتالي سوف تتأثر وتأثير بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الولايات المتحدة أن تضغط بكل ما تستطيع على الكيان الإسرائيلي وعلى رئيس الوزراء نتنياهو بضرب أهداف غير الأهداف المعلنة هناك بنك من الأهداف غير النفطية ربما تكون هناك سدود مائية قيادات عسكرية منشآت عسكرية بدلا من هذه الضربة الكل يحاول الولايات المتحدة تحاول بشتى الوسائل أن تمنع إسرائيل من أي ضرب أي منشآة نفطية لأن الأضرار سوف تكون مهددة على مستوى أمن الطاقة العالمي اشتركوا في القناة